القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنهم من باب الصدفة ليس إلا حتى بعد وفاة الحاج عبد الناصر البشتاتي ظل الرجل يتردد لفترة على شليحات بضاحية مدينة سيديقاسم كان الحاج يقول إن الرجل صديق قديم له أمضي فترة مهمة من حياتهما معا في فرنسا حيث كان يعملان في مناجم الفحم عدا ذلك لم يكن يعرف الكثير عن هذا الذي كان الحاج يناديه الطيب العمري بعد أشهر قليلة من وفاة الحاج استقر الرجل في شليحات في منزل قال إنه اشتراه من الحاج قبيل وفاته أبناء الحاج عبد الناصر يقيمون في فرنسا ولم يزوروا سيديقاسم منذ فترة طويلة كان الرجل الذي توفيت زوجته قبله بعدة سنوات يعيش وحيدا في عرصته التي لا تبعد كثيرا عن الواد اثنان فقط من أبنائه حضر لتشيع جنازته مكث بضعة أيام ثم عاد إلى فرنسا وكما كان الحاج عبد الناصر البشتاتي يعيش وحيدا وحيدا كان يعيش الطيب العمري الذي كان في العام الفين قد شارف عتبة السبعين ولكن حالته الصحية كانت جيدة فيما يبدو رجل شديد التكتم قليلا ما يتحدث إلى جيرانه هو لغز بالنسبة إليه ما يظنه الكثيرون أنه قرر العودة من فرنسا والاستقرار في سيديقاسم في شليحات في الحقيقة لم يكن قد تحدث إلى أحد عن ماضيه وأحواله وما يظنه الناس إنما أسسوه على ما كان يردده المرحوم عبد الناصر الأكيد لدى الذين يظنون أنفسهم من العارفين بكثير من الأمور أن الرجل لا ينحدر من سيديقاسم قيل ذات يوم إنه كان يأتي من القنيطرة لزيارة صديقه يغيب الطيب عن شليحات مرتين أو ثلاثا في العام يختفي عن الأنظار ثلاثة أسابيع أو أقل من ذلك قليلا قيل إنه يذهب إلى فرنسا للحصول على تعويدات المعاش وإجراء الفحوص الطبية وبدى متماسكا ما قيل كثيرون هم المتقاعدون الذين يتنقلون أكثر من مرة في العام إلى مهجرهم السابق تقدم العمر بالرجل اللغز ولم يعد يرى إلا قليلا وهو يعمل في عرصته ثم اتخذ من رجل أربعيني مساعدا له جاء به من الخنيشات كان الرجل يتولى ما حول المنزل من غرس ويطعم بضع دجاجات وشاتين كان الطيب قد اشتراهما يعلم الجميع أنه لم يكن يريد إلا الاستمتاع بأشياء قد يكون افتقدها منذ فترة في العام سبع وألفين في مارس غاب الطيبي عن الأنظار وهسب الجيران أنه كما اعتاد على ذلك سافر إلى فرنسا لأغراض له هناك وتوقع أن يظهر من جديد بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير ولكن اللافت للانتباه أن معاونه ذلك الذي جاء به من الخنيشات اختفى هو الآخر وكان اختفاؤه لافتا إذ لم يره أحد يومين بعد السفر المفترض للطيب العمري حسب البعض أن الرجل واسمه عبد الرحمن سافر إلى الخنيشات ولما استمر غيابه لأكثر من أسبوع وشوهدة الشاتان تجولان في العرصة وتقضمان مما أنبتت أرضها تسرب الشك إلى بعض الجيران وسرى حديث كله استغراب لغياب الرجلين بعد بضعة أيام جاء المقدم إلى باب العرصة وصار ينادي على عبد الرحمن ربما يعرف المقدم أشياء لا يعرفها كل السكان ولما لم يتلقى ردا مضى إلى حال سبيله عصر ذلك اليوم السابع عشر من مارس من العام سبعة والفين عاد المقدم إلى باب العرصة ومعه رجل من القيادة فتح الباب ودخل لم يكن لدى الطيب كلب وذلك ما سهل المهمة التي جاء من أجلها اقترب الرجلان من مدخل البناية سمع المقدم ينادي على عبد الرحمن تارة وعلى الطيب أخرى الشاتان في الجانب الآخر من العرصة توقفت عن القدم ووقفت تنظران إلى الغريبين لم يأتي أي رد اقترب أكثر من الباب طرقه المقدم بإيقاع تصاعدي ولكن لا أحد أجاب النوافذ مغلقة بإحكام ولا مجال إلى استكشاف ما في الداخل وهو مغادر العرصة برفقة الذي جاء معه التقى يا جارا للطيب وسأله عما إذا كان لاحظ شيئا غريبا سبق اختفاء الرجلين وقد أكد أن عبد الرحمن ظل يزاول عمله في العرصة يومين على الأقل بعد أن اختفى الطيب لم يكن في إفادة ذلك الجار ما يضيف شيئا إلى ما هو معروف ولكن ما أنخط المقدم وصاحبه بضع خطوات حتى ناداهما أبلغهما بأنه نسي أن يقول إن سيارة نفعية شهدت بباب العرصة غدا تختفاء الطيب لم يشك المقدم في أهمية ما أدلى به الرجل الذي أكد أنه لم يرى تلك السيارة من قبل وأنها ظلت مستوقفة بباب العرصة لما يزيد على نصف ساعة حسب تقديره لم يرى أحدا نزل منها أو ركبها ولم يلحظ حركة غير عادية في العرصة ذلك اليوم حسب ما أدلى به من معلومات فإن السيارة كانت نفعية رمادية اللون وعلى جانبيها خطان تمازج فيهما الأسود والأحمر لم يكن فيما قاله ما يمكن من تمييز تلك السيارة عن مثيلاتها التي تجوب طرق ومسالك المنطقة ما يبدو أن الذي زار عرصة الطيب رجل من المنطقة الراجح أنه يعمل في الفلاحة انقضى أسبوع آخر دون أن يظهر أثر لعبد الرحمن أو الطيب وكثرة التأويلات وصار غير مستبعد أن يكون شيء ما وراء هذا الاختفاء لم يكن أحد يعلم اسما لذاك الأربعيني الذي استقدمه الطيب من الخنيشات غير عبد الرحمن أكيد أنه لن يكون الشخص الوحيد الذي يحمل هذا الاسم من بين سكان الخنيشات في العاشر من أبريل من العام سبع وألفين جاء إلى شليحات رجلان يدل هندامهما على أنهما جاء من خارج المغرب كان يسألان عن منزل الطيب العمري وقد علم منهما فضوليون قبل أن يدلوهما على المنزل أنهما ولداه وأنهما قديما من فرنسا الذي رافقهما إلى باب العرصة قال لهما إن الرجل غاب عن الأنظار منذ ما يزيد على الشهر وأن الذي كان يساعده اختفى هو الآخر يومين من بعده لم يفته أن يقول إن الجميع هنا يظنون أن الطيب سافر إلى فرنسا بعد أقل من ساعة كان الجميع على علم بأن الطيب لم يذهب إلى فرنسا وإن الرجلين الذين جاء يسألان عنه ولداه لما وصل المقدم إلى باب العرصة كان الرجلان هناك الحيرة بادية على وجهيهما أكد له أن أباهما لم يأتي إلى فرنسا منذ عدة سنوات وأنهما علم من أناس يعرفهم أنه اشترى منزلا هنا في شلحات تخطي باب العرصة ولما صار بباب السكان طرقاه ولكنهما لم يتلقى ردا استعجل أكبرهما سنا فتح الباب كان ذا بنية قوية تراجع قليلا وهو يتجاهل تحذير المقدم ثم بركلة منه قوية إن فتح الباب بالداخل رائحة غريبة لعلها تشبه رائحة الغاز في البهو صالون بسيط وراءه باب غرفة لم تكن لها دفة وقد تدلت منها سطارة لم يكن فيها ما يميزها عن الستائر المتداولة في المنطقة تقدم الذي اقتحم الباب هي غرفة نوم لا أحد هناك ولكن أبواب الدولاب كانت مشرعة والكثير مما كان فيها مبعثر على الأرض يبدو أن الغرفة تعرضت لعملية السطوة كان المقدم قد مضى يستكشف غرفتين أخريين والحمام والمطبخ لا أحد في البيت طلب المقدم من الرجلين مرافقته إلى القيادة أدلي بما يثبت أنهما ولد طيبي في أقوالهما أنه هجر أسرته منذ خمسة عشر عاما بعد سوء تفاهم مع أمهما تم توجيههما إلى مصالح الدرك حيث تقدم ببلاغ عن اختفاء الطيب العمري بعد عدة أيام حضر إلى سكنه محققان وأثناء عملية مسح السكن أخذت بصمات لاحقا سيتبين أن أغلبها بصمات لرجل اسمه عبد الرحمن الساكت لم يكن صعبا الوصول إلى منزل عائلته في الخنشات علم أن الأربعيني مطلق وأنه أب لطفلة تكفلها أمها قالت عائلته إنه مسافر إلى القنيطرة بعد عشرة أيام توفرت للباحثين معلومات حول عودته إلى الخنشات ولما لم يستجب لاستدعاء ترك له لدى عائلته أرسل من يأتي به حاول أن ينكر معرفته بالعمري ولكنه وجه ببصماته التي اكتشفت في شلحات فاضطر إلى الإقرار بأنه اشتغل مع الرجل لبضعة أشهر ثم قال إنه اضطر إلى مغادرة العرصة بعد أن أبتأ الرجل في العودة وتمكينه من الأجر المتفق عليه وجه عبد الرحمن بشهادات جيران الطيب العمري الذين أكدوا أنه شهد في العرصة يومين بعد اختفاء السبعيني ما لم يكن يتوقعه وهو في مواجهة المحققين أن يسأل عن تلك السيارة النفعية التي شهدت غدا تختفاء صاحب العرصة وهي متوقفة ببابه حاول الإنكار ولكن الشهادة التي دلت على أوصافها أرغمته على الإقرار بأنه استقبل ابن خال له وأنه لم يبق معه سوى ساعة أو أقل من ذلك كان ولداء الطيب العمري ينتظران معرفة مآل والدهما عبد الرحمن فيما يعتقدانه يعلم مآله بشكل مواكب مع التحقيق حمل إلى الخنيشات حيث خضع منزل عائلته للتفتيش في غرفته وسط أوراق تخصه تم اكتشاف جواز سفر الطيب وبطاقة إقامته في فرنسا أينه؟ صح في وجهه أحد المحققين أربكه حاول أن ينطق بشيء ولكن حباله الصوتية تجمدت أين هو؟ أعاد الضابط السؤال بنبرة أكثر حدة أحس الذي يمسك به بأن ساقيه لا تقويان على حمله إذ هم بالإنهيار بعد ربع ساعة اعترف بكل شيء يومين قبل أن يختفي من شلحات كبل الشيخ ووضع على فمه شريطا لاسقا فاتش دولابه وأخذ منه مبلغا ماليا قدره خمسة عشر ألف درهم وجواز سفره وبطاقة إقامته في فرنسا في اليوم التالي يعترف جاء ابن خاله وحمل طيب إلى القنيطرة حيث أودعاه منزلا في طور البناء قال إنهما لم يرغبا في قتله ولكنهما كان يريدان تزييف وثائقه ليستعملها عبد الرحمن ويسافر بها إلى أوروبا في القنيطرة دل على منزل ابن خاله الذي ضبط على متن تلك السيارة النفعية اسمه علال العرافي قاد المحققين إلى حيث كان الطيب العمر محتجزا حين عرد السبعيني على الطبيب لم يكن وضعه الصحي مقلقا ما سره أكثر أنه وجد ولديه في انتظاره ولم يكن قد رآهما منذ خمسة عشر عام ما كان للرباط أن تشذ عن القاعدة ففيها كما في باقي المدن المغربية العتيقة أسماء عائلية صارت مرادفات لها كانت عائلة بن فارس من تلك العائلات المتجذرة في الرباط وكما هو الحال في تلك الأسر فإن أساس اللحمة بين الأفراد التضامن والتضحية حفاظا على الرصيد العائلي المتوارث ماديا كان أو قيما وسلوكا التماسك الأسري عامل حاسم في النجاح والتغلب على الصعاد كان الحاج علال بن فارس عميد الأسرة لما توفي في خريف العام ستة وستين تسعمائة وألف خلف أربع بنات وولدين كان أكبر الولدين عثمان يبلغ من العمر ستة وعشرين عاما بينما كان الأصغر واسمه عبد الرحيم طفلا في عامه الخامس كان عثمان قد أعد ليكون عماد الأسرة بعد رحيل الحاج علال فمنذ سنوات كان والده يوكل إليه الكثير من المهام ويفضي إليه بأسرار النشاط التجاري لهذه الأسرة الرباطية التي تحظى باحترام وتقدير الجميع لم يكن عثمان قد تزوج لما رحل والده إلى دار البقاء وقد قطع على نفسه أن لا يتزوج قبل أن يبلغ شقيقه الأصغر سن الرشد ويؤمن له مسارا دراسيا يؤهله لتحمل المسؤولية ظل عثمان بالحاج علال بن فارس يعمل من أجل تنمية وتطوير الأنشطة التجارية التي خلفها والده وكما فعل والده وجده من قبل فقد قام بتصفية الإرث ومنح شقيقاته ما آل إلى كل واحدة منهن من نصيب كان يقول إن ذلك سيجنبه وسيجنب شقيقه عبد الرحيم كل استضام محتمل مع شقيقاته أو مع أزواجهن وهكذا صار الشقيقان شريكان في التجارة الموروثة لما بلغ عبد الرحيم الثامن عشر من العمر حصل على شهادة البكالوريا كانت الميذا نجيبا وذا أخلاق أو ليس هو ابن الحاج علال في صيف ذلك العام تسعة وسبعين تسعمائة وألف ستشهد عائلة بن فارس حدثين سعيدين الأول توجه عبد الرحيم الابن الأصغر للحاج علال إلى فرنسا لإتمام دراسته في الاقتصاد والحدث الثاني ولعله كان الأهم زواج عثمان الابن الأكبر للحاج علال العائلات العريقة غالبا ما تفضل الزواج من عائلات عريقة مثلها وكذلك كان الأمر بالنسبة لعثمان بالحاج علال بن فارس لقد اختيرت له زوجة أم كلثوم وهي من عائلة بن صالح المعروفة كانت فتاة حسناء وذات أخلاق رفيعة بعد أشهر من زواجهما لم تظهر على أم كلثوم علامات الحمل وبعد أن طال الانتظار أجرى الزوجان الاستشارات الطبية التي يمليها الوضع تبين أن عثمان مصاب بالعقم إيمانهما القوي وتسليمهما بما قضى الله وقدر هو الذي جعل تلك الأسرة تؤمن بقاء واستمرارية كانت أم كلثوم الطيبة الأصيلة تحرص على أن لا يحدث ما يعكر صفو الحياة والسعادة التي تغمر بيت آل بن فارس كانت تعامل شقيق زوجها عبد الرحيم كما تعامل شقيقها الأصغر تصوروا السعادة التي تغمر هذه الأسرة الطيبة مرت السنوات سريعة أنهى عبد الرحيم دراسته في فرنسا وعاد يحمل شهادة عليا في التدبير وتسيير المقاولات جاء أيضا بأفكار جديدة تغني طريقة اشتغال المقاولات التي يتقاسمها مع شقيقه الأكبر عثمان كان عثمان في قرارة نفسه منشغلا بالخلف كان قسط غير قليل من تفكيره يمضي إلى تأمين الخلف بعد أن أيقن الآن أنه يعاني من عقم لا دواء له ولذلك في العام أربعة وتسعين فاتح شقيقه عبد الرحيم في موضوع الزواج لم يكن ليمانع فالعلاقة التي تربطه بشقيقه هي في حكم العلاقة التي تربط الوالد بولده تولت أم كالثوم زوجة عثمان مهمة اختيار عروس لعبد الرحيم اختارت له زكية وهي فتاة من أسرة رباطية عريقة لما ظهرت على زكية أعراض الحمل عمت الفرحة وظلت قائمة على امتداد فترة الحمل لما وضعت زكية كان المولود ذكرا كانت أم كالثوم زوجة عثمان تتولى شؤون الأسرة كانت تسهر على راحة زكية خلال فترة حملها وهي التي اختارت للمولود الاسم الذي سيحمل اختارت له اسم علال تيمنا بجده علال بن فارس وجدت أم كالثوم في المولود الجديد ما عوضها حرمانها من الأمومة كانت تتولى العناية بالمولود ولعلها أحيانا من حيث لا تشعر كانت تبالغ في العناية به وكان ذلك يثير لدى زكية أم علال الصغير نوعا من الغيرة غيرة لم تلبث أم كالثوم أن أحست بها واستشعرتها ولذلك ولتفادي كل ما قد يسبب مشاكل أو معاناة ما لدى زكية قررت أم كالثوم أن تبتعد قليلا ولكن التعطش إلى الإحساس بالأمومة ظل يساورها ويلح عليها وها هي ذات ليلة بعد أن خلى لها وجه زوجها تعرض عليه أن يتبنى يا طفلة لم يكن بمقدور عثمان أن يمانع بل إنه حبذ الفكرة هو يعلم أن أم كالثوم لم تحمل منه لأنه عقيم وأنها مع ذلك فضلت البقاء معه وهو يعلم قدر شوقها إلى الأمومة بعد أيام تمكن من الحصول على مولودة كانت قد ولدت قبل أيام في مستشفى الولادة لأم ما لبثت أن فارقت الحياة سجل عثمان البنت في دفتر الحالة المدنية بعد أن حصل على حكم قضائي يتيح له كفالتها اختارت أم كالثوم للطفلة اسم بهية وكان اسم أم عثمان بهية وبالرغم من أنها صارت أما بالتبني فإن أم كالثوم لم تقطع صلتها بعلال صغير نجل عبد الرحيم شقيق عثمان ظلت تعتني به مع الحرص على عدم إثارة غيرة زكية ولما نطقت طفلان كلماتهم الأولى ناد ياها أمي كان عبد الرحيم منهمكا في تطوير سبل تدبير المشاريع التي يشاركه فيها أخوه وكان بصدد تحديث المقاولات التي يمتلكانها مطبقا الأفكار الجديدة التي جاء يحملها من فرنسا أولى أهمية خاصة لاحترام قانون الشغل ومتع العمال بالحقوق التي ينص عليها القانون ومنها الاستفادة من العطل ومن التأمين والحق في التقاعد وما إلى ذلك وكان عبد الرحيم قد أحدث تناوبا على العطل بينه وشقيقه الأكبر بما يؤمن استمرارية في تدبير الأعمال وكان قد اتفق على أن يقسم عطلهما السنوية إلى أسبوعين في الصيف وأسبوعين في فصل الربيع في صيف العام 82 جاء دور عبد الرحيم ليستفيد من العطلة قرر أن يصحب معه زوجته إلى إفران وحتى يتسنى لهم الاستمتاع بالعطلة أكثر ما يمكن قرر أن يترك ولدهما علال في حضن أم كلثوم زوجة عمه قضى الزوجان الشابان أياما ممتعة في إفران وتمتع بالطبيعة الخلابة التي توفرها ولما كان في طريق عودتهما إلى الرباط وكانت الطريق تغص بالعائدين من إفران وقعت لهما حادثة سير مأساوية مات من جرائها دخلت عائلة بن فارس أياما حزينة فقد عثمان أخاه الذي كان ساعده الأيمن وفقد زوجة أخيه وصار عليه الآن أن يرعى ابن أخيه علال الذي لم يكن قد تجاوز عامه الثاني لقد وجد علال في زوجة عمه التي يناديها بأمه حضنا حنونا وفر له الدفء الذي يحتاج إليه صغير في مثل عمره لم يكن يعي أن القدر قد وقع نقطة تحول كبيرة في حياته ترعرع علال إلى جانب بهية كالأخوين الشقيقين لم تكن أم كلثوم تفضل أي منهما على الآخر وكان عثمان يحرص على تربية ابن أخيه ومكفولته تربية حسنة وكان شديد الحرص على تعليمهما وقد أبدى علال تجاوبا وكان محبا للدراسة بينما كانت بهية ميالة إلى اللعب مرت السنوات بخطى سريعة حصل علال على شهادة الباكالوريا ووجهه عمه عثمان ليتابع الدراسة في الكلية التي انتسب إليها والده من قبل بينما لم تكن بهية قد حصلت سوى على شهادة الدروس الثانوية كان عمرها سبعة عشر ربيعا كان علال فيما يظهر فتى نضج قبل الأوان وكانت بهية مراهقة لعوبا تستهويها المغامرة قبل سنوات علم علال أن بهية ليست أخته ولا هي بنت عمه بل هي مكفولته ومع ذلك فإنه تحاشى أن يغير طريقة تعامله معها قبل سنوات علم أن والده ووالدته مات في حادثة سير في تلك السن الحرجة بدأت تعيش عائلة بن فارس بوادر مشاكل لم تتوقعها بالحدة التي وقعت بها مرت سنوات أربع قضاها علال بن عبد الرحيم بن فارس طالبا في فرنسا وكما والده فقد تخصص في التجارة وإدارة المقاولات عاد يحمل ديبلوما رفيعا يؤهله ليتبوأ مكان والده الذي غيبه الموت قبل أزيد من واحد وعشرين عاما في المطار كانت بهية في انتظاره خلال السنوات الأربع التي مضت لم يعد علال إلى المغرب لما غادر إلى تولوز ترك بهية فتاة في بداية مراهقتها وها هي الآن شابة اكتملت أموثتها وازدادت جمالا كانت قد حصلت لتوها على شهادة البكالوريا وكانت مدللة لا يرفض لها طلب أفرطت أم كالثوم في تدليلها في الحقيقة لم يكن ما يحول دون ذلك فقد نشأت الفتاة في بيت أهله ميسور والحال فكر علال في الزواج من بهية هو يعلم أن لا شيء يحول دون ذلك ولكنه أرجأ أن يفاتحها في الموضوع إلى أن يستقر في مهامه الجديدة في تلك الفترة وما تلاها كان يكثر من جلب الهدايا إليها كانت تتقبلها معتبرة أن الشاب إنما يقوم بواجب عائلي في تلك الأيام بلغ سائق العائلة سن التقاعد لقد قضى في خدمة عائلة بن فارس زهاء عشرين عاما يتعين الآن تعوضه بسائق آخر لجأت أم كالثوم إلى إحدى الشركات المتخصصة في توظيف خادمات البيوت والسواق وتم الاتفاق على تشغيل شاب سائقا كان شابا من أصل صحراوي لم يضع من شرط سوى أن يستفيد من عطلة أسبوعين أواخر شهر يونيو لم تعترض أم كالثوم وكان له ذلك تسلم عمله في يناير من العام خمسة وتسعين تسعمائة وألف لم يكن السائق الشاب واسمه عبد الحفيظ بوجمعاوي متهاونا في عمله كان مجدا وبعد أن أخبر السيدة أم كالثوم زوجة عثمان بن فارس بأنه يجيد أعمال البستنة وأنه ابن عائلة فلاحين من الراشدية أسندت إليه مهمة الاعتناء بالحديقة لقاء علاوة تضاف إلى أجره كانت أعمال البستنة التي يقوم بها مدخلا لتغطيض علاقاته بالخادمات اللواتي تعملن لدى أسرة بن فارس وهكذا تطورت علاقته بإحداهن كانت قد استطاعت أن تختص نفسها بتقديم وجبات الطعام للشاب وكانت تنتظر أن يأوي كل من في البيت إلى النوم ثم تتسلل هي في بطن الليل إلى غرفة عبد الحفيظ نتج عن تلك العلاقة حمل حمل لم يتنبه إليه أحد ولكن الأمر لن يلبث أن يفتضح رافقت الخادمة ربة البيت إلى الحمام وقد دأبت على ذلك نهاية كل شهر هناك فقط لحظت السيدة أم كلثوم أن الفتاة حامل لاحقا لما استجوبتها في المنزل علمت منها أنها حامل من السائق عبد الحفيظ لما واجهتهما أنكر عبد الحفيظ فردت الخادمة الشابة بعد أن أعطتها بعض المال وأبقت على السائق هي تعلم أنها أحوج إليه من حاجتها إلى الخادمة حل آخر يونيو وغادر عبد الحفيظ بوجمعاوي منزل آل بن فارس ذهب في عطلة كانت بهية على موعد مع امتحانات السنة الجامعية الأولى كانت تتابع دراستها في كلية الحقوق كانت مفاجأة كبرى أن تصادف السائق بوجمعا داخل الحرم الجامعي كان ضمن مجموعة من الطلبة تقدم للسلام عليها لما سألته عن سبب وجوده في الجامعة قال إنه يتابع دراسته في الكلية ذاتها في شعبة العلوم الاقتصادية وإنه مسجل بسنة الأخيرة من الإجازة فرحت بهية فرحت أكثر لأن السائق الشاب يدرس الاقتصاد وهو بالتالي سيستطيع مساعدتها في تلك المادة التي ترهقها رجته أن يساعدها على فهم بعض الدروس التي استعصت عليها وافق عبد الحفيظ وكانت موافقته بابه إلى عالم بهية وحياتها الخاصة لم يعد مجرد سائق أو بستاني خاصة أن المساعدة التي قدمها لبهية مكنتها من الحصول على نقطة عالية هي الآن ستظل تذكر أن عبد الحفيظ هو ولي نعمتها لازمها الصيف كله بدعوى إعطائها دروس تقوية في مادة الاقتصاد بدأت أم كالثوم تشك في طبيعة العلاقة التي تقيمها بهية مع السائق بوجمعاوي وذات ليلة فاجأتها وهي تحتضنه في فراشها قررت طرده ولكن بهية هددت بالرحيل عن البيت إن نفذت أمها ما قررته أو أبلغت والدها تراجعت أم كالثوم وهي تضمر في قرارة نفسها خطة تخلصها من هذا السائق الذي سرق قلب بهية وذهب بعقلها كانت بهية قبل حصولها على البكالوريا تريد متابعة دراستها الجامعية في الخارج كما فعل علال سخرت أم كالثوم علاقات زوجها عثمان وتمكنت من تسجيل بهية في كلية خاصة في باريس رافقتها قبيل بداية السنة الدراسية للبحث عن سكن يليق بها ولما كانت أم كالثوم في مطار أورلي في انتظار العودة إلى المغرب كانت معها بهية رافقتها رجتها أن لا تطرد السائق عبد الحفيظ رجتها ولكنها سومتها أيضا قالت لها إنها ستجتهد في دراستها إن هي لم تطرد عبد الحفيظ وستتخلى عن كل شيء وتعود إلى الرباط إن طرد عبد الحفيظ عادت أم كالثوم إلى المغرب وما أن بدأت الدراسة حتى أعادت بهية ربط الاتصال بعبد الحفيظ كان يعلم علم اليقين أن الفتاة مجنونة بحبه أوهمها أنه سيتزوجها بعد أن يحصل على شهادة الدكتوراه ويصبح أستاذا جامعيا قال لها إن بلوغ ذاك المرام لن يبقي لأسرتها حجة لرفض زواجهما ألح عليها أن تقنع والديها باستعمال علاقتهما لتمكينه من الحصول على التأشير والسفر للدراسة في فرنسا تجاوبت أم كالثوم بل تظاهرت بالتجاوب وتم تقديم طلب الحصول على تأشير لعبد الحفيظ هذا السائق الوقح الذي استحوذ على قلب وعقل بهية لم يتم تحريك أي تدخل وكما كان متوقعا تم رفض طلب التأشير ترى أم كالثوم الآن في عبد الحفيظ خطرا داهما يهدد حياة الأسرة هي تخشى أن ينتهي خبره إلى زوجها عثمان أو إلى علال الذي أبلغها قبل أيام برغبته في الزواج من بهية لم تكن أم كالثوم قد أسقطت من حساباتها ردة فعل قوية من السائق عبد الحفيظ تكون امتقاما لعدم التحرك بجد لتمكينه من تأشيرة السفر إلى فرنسا وحدث ما لم تسقطه أم كالثوم من حساباتها فقد ضغط السائق على بهية لتعود إلى المغرب أقنعها بأن تبرر عودتها بعدم قدرتها على الاستيقاظ باكرا للالتحاق بالكلية ناهيك عن القيام بأشياء أخرى من قبيل إعداد الملابس والطعام ورعاية البيت عادت بهية إلى الرباط وما أن وطئت قدماها البيت حتى اشترطت على أسرتها أن تسكن خارج البيت إن أرادوها أن تتابع دراستها الجامعية قالت إنها تريد أن تتذوق حياة الطالبة وافقت أم كالثوم وجهزت لها شقة في إحدى العمارات التي كان علال قد بناها في حي الرياض كان قد ملكها إياها ولكنها لم تكن تعلم بالأمر كان علال وهو يهب باهية تلك العمارة يطمع في استمالة قلبها لما استقر بها المقام في تلك الشقة تخلى عبد الحفيظ بوجمعاوي عن عمله لدى عائلة بن فارس وصار يلازم باهية يسوق سيارتها ويتصرف في أموالها بعدما أرغمها على منحه توكيلا للتصرف في حسابها البنكي كل ذلك كان يحدث في غفلة من عثمان والد باهية بالتبني وعلال ابن شقيق عثمان كان الرجلان منهمكين في تنمية وتطوير أعمالهما ولما حل الصيف تلقيا دعوة من شركة إيطالية يتعاملان معها لزيارة معامل تلك الشركة كانت الدعوة موجهة أيضا للسيدة أم كالثوم سافر الثلاثة ورأى عبد الحفيظ أن الجو قد خل له ولعشيقته بهية للاستمتاع بالسكن الصيفي لآل بن فارس في شاطئ الرمال الذهبية تسلم المفاتيح وقال إنه سيباشر تنظيف المنزل الصيفي وإعداده حتى يطيب به المقام بقيت بهية تنتظر حتى ساعة متأخرة من الليل لم يأتي عبد الحفيظ حاولت الاتصال به ولكن هاتفه كان مقفلا في النهاية آوت إلى فراشها وقد أقنعت نفسها بأن لغياب عبد الحفيظ ألف عذر مقبول في الصباح لما كانت على مائدة الفطور رن جرس الباب فتحت إحدى الخادمات الباب لم يكن هناك أحد ولكنها لمحت على العتبة ظرفا كتب عليه بهية حملته إليها الخادمة فتحته كان به قرص مدمج وورقة كتب عليها أيتها البلهاء اطلعي على ما يحتويه القرص نهضت مسرعة وشغلت جهاز قراءة الأقراص كانت مشاهد صاخبة وصادمة تم تصويرها في الإقامة الصيفية لآل بن فارس بطلها عبد الحفيظ بجمعاوي لن تنسى بهية تلك اللحظة التي اكتشفت فيها خيانة عبد الحفيظ لن تنسى تلك الصور والمشاهد وذاك الصخب الذي كان يعم أرجاء الإقامة الصيفية لآل بن فارس كان عبد الحفيظ نجمة تلك الليلة الحمراء كان في المنزل رجال ونساء في أوضاع يندى لها الجبين ثم في النهاية هي لن تنسى تلك الكلمة التي أرفقت بالقرص المدمج أيتها البلهاء اطلعي على ما يحتويه القرص أحست بهية أنها طوال تلك المدة التي انقضت كانت بلهاء عبد الحفيظ بجمعاوي السائق الذي كان يقوم أيضا بأعمال البستنة الشاب الذي كان يكافح من أجل إتمام دراسته والذي أحبته وساومت من أجله الأسرة التي ربتها إلى درجة الابتزاز ها هو القناع يسقط عن وجهه كذلك كانت بهية تردد في قرارة نفسها كان الجرح غائرا وينزف بحدة وغزارة في ذاك التسجيل المصور الذي لم تعلم بهية من أرسله إليها ولا تريد أن تعلم تظهر إحداهن ممن كن في الإقامة الصيفية وهي تتحدث إلى عبد الحفيظ سألته ماذا ستكون ردة فعله إن حضرت بهية واكتشفت الذي يقع هز عبد الحفيظ كتفيه غير مبال وقال بهية ليست سوى مصدر للمال يا للخيانة الخائن كانت بهية تحدث نفسها وفي لحظة ما من حيث لم تدري سمعت صوتا يردد بتهكم وتشفي أيتها البلهاء اطلع على ما يحتويه القرص تماسكت وعزمت على الرد قررت أن تلقنه درسا لن ينساه أبدا قررت أن تجعله يوقن بأنها ليست بالبلادة التي تصورها كان الوقت ضحا لما جاء عبد الحفيظ لم يكن يظهر عليه ما يوحي بأنه هو الشخص عينه الذي كان بطل تلك الليلة الماجنة كانت بهية قد استعادت هدوءها هي تعلم أن الرد الهادئ يكون أكثر نفاذا وأعمق أثرا ابتسمت في وجهه وهي تستقبله ابتسمت له كعادتها استقبلته بنظرات تنم عن الحب كانت جفونها الناعسة لا تدع مجالا للشك في تلك النظرات الحالمة وقع عبد الحفيظ في الشرك بدأ يحضر الذي سيحتاجان إليه لقضاء ثلاثة أيام في منزل شاطئ الرمال الذهبية ثم ركب السيارة وانطلق كان في داخلها مرجل يغلي كانت تقاوم حتى لا يكتشف غضبها وكانت تحصي الدقائق والثواني ودقات القلب كان الذي يهمها في تلك اللحظات أن يصل بسرعة إلى المنزل حتى تلقنه درسا لن ينساه لما وصل لاحظت بهية أن عبد الحفيظ قام بإزالة كل أثر للسهرة الماجنة التي نظمها الليلة الفائتة في هذا المنزل دعته إلى الجلوس على جانب المسبح دعته وهي تستحضر يوم قال لها إنه لا يعرف السباحة ولا يستطيع دخول البحر منذ أن تعرض لحادث لما كان صبيا كاد يموت غرقا في النهر القريب من قريته وضعت بهية اللمسات الأخيرة على سيناريو الانتقام من عبد الحفيظ الخائن قررت أن تغرقه دون أن تتركه يموت قررت أن تعمل على مساعدته بالخروج من المسبح كانت تريد أن تردعه حتى لا يخونها ثانية نزعت ملابسها كل ملابسها ثم ألقت بنفسها إلى الماء كانت تقطع المسبح ذهابا وإيابا تسبح برشاقة كان عبد الحفيظ ملتزما مقعده يتابعها لما أحست أنه صار شارد الذهن خرجت من الماء ثم أمسكت برجليه وصارت تجره نحو المسبح في لحظة سقط في الماء بدأ يهوي إلى القاع حاولت إخراجه تمكنت من ذلك بعد جهد كبير حاولت أن تساعده على التنفس لكنه كان قد مات جاءت محاولتها متأخرة مات عبد الحفيظ صار الآن أمامها جثة هامدة تثقل ضميرها جلست إلى جانب الجثة تبكي كانت دموعها غزيرة هل تبكي فرحا لأنها فأرت بكرامتها وردت على الخيانة أم هي تبكي على فراق حبيب لن يعود لم تعلم كم مرة من الوقت قدرت أن الوقت عصرا لما استعادت وعيها صار يتعين عليها الآن أن تجد وسيلة للتخلص من الجثة كانت الصور تتزاحم في مخيلتها كانت تتصور كل الذي سيحدث إن افتضح أمرها ارتأت بهية أن تتخلص من جثة عبد الحفيظ قبل أن يعود عبد الرحيم بن فارس وزوجته أم كالثوم وابن شقيقه علال من رحلتهم إلى إيطاليا هي فسحة متاحة لها للتحرك بسرعة ودون إثارة الانتباه قررت بهية أن تحمل جثة عشيقها في صندوق الأمتعة لسيارتها وتلقي بها في أي مكان ما كان يهم بهية هو أن تتخلص من الجثة قالت لنفسها إنه مات غرقا ولذلك فإن الشاطئ أفضل مكان للتخلص من الجثة توجهت إلى مصب وادي إيكم ولكنها لاحظت كثرة المرة وأيضا المصطافين كان المد عادت إلى منزل الرمال الذهبية في ذلك المساء ظلت تترصد النشرة الجوية لمعرفة أوقات المد والجزر علمت أن الجزر موعده الثانية صبحا كانت جثة عبد الحفيظ في صندوق الأمتعة تشجعت بهية وخرجت إلى مصب وادي إيكم قربه من الطريق جعلها تستطيع التخلص من الجثة في لحظات غادرت ولم يرها أحد كذلك حسبت عادت إلى منزل الرمال الذهبية وعملت على محو كل أثر يدل على أن عبد الحفيظ مر من هناك ثم امتطت سيارتها وأخذت وجهة الربا دخلت البيت والكل لها بعد أيام حل موعد عودة والديها بالتبني وعلال من إيطاليا في اليوم المعلوم امتطت سيارة والدها بالتبني رفقة سائقه الخاص كانت الوجهة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت مفاجأة لهم لم يكنوا ينتظرون أن تأتي لاستقبالهم في الطريق حكوا لها عن أشياء كثيرة رأوها في إيطاليا تحدثوا لها عما حققوه في مجال الأعمال مع شركائهم الإيطاليين لاحظت أم كالثوم أن ابنتها بالتبني تبده اهتماما بعالم المقاولة لم تعهده فيها من قبل بل إن الأمر جعلها تشك في صدق ما تبديه باهيا في الآن نفسه كان علال الشاب ابن شقيق عبد الرحيم بن فارس يفكر بجد في أن يفاتح باهيا في موضوع الزواج كان قد تحدث إلى أم كالثوم زوجة عمه التي ربته وكانت له أما وأبلغها برغبته في الزواج من باهيا لما وصلوا إلى المنزل لم يقوع علال على الانتظار وهمس في أذن أم كالثوم يذكرها بالموضوع قال لها إنه يحبذ أن يتم إبرام عقد الزواج مباشرة بعد أن توافق باهيا وأن يقام حفل بسيط لا يدعى إليه إلا الأقربون ما أن تلقت باهية العرض حتى أعلنت موافقتها في الحقيقة كانت تتوقع ذلك العرض بل كانت في تلك اللحظات تتمنى يومين بعد ذلك كتب عقد الزواج صار لديها الآن خطيب ينسيها ولو إلى حين أمر الجثة التي تثقل ضميرها بعد أيام في مصب نهر أبي رقراق تم العثور على جثة ألقى بها البحر كانت الأسماك قد أتت على العينين كما نالت من بعض الأطراف كانت الجثة عارية تماما تلاشت البصمات ولم تعد تظهر عليها أي علامة مميزة لما نقلت الجثة إلى مستودع الأموات قام الطبيب الشرعي بفحصها وإخضاعها إلى تشريح أثبت أن الرجل صاحب الجثة مات غرقا ولكنه وهذا توضيح له قيمة خاصة غارق في مكان آخر غير البحر لأن المياه التي تم استخراجها من الرئتين وتحليلها كانت مياها عذبة كان على المحققين أن يصل إلى المكان الذي غرق فيه الرجل خاصة وأن الجثة تحمل آثارا على مستوى الظهر يرجح أنها ناتجة عن جرها لإلقائها في البحر تلك المعطيات مجتمعة دفعت المحققين إلى البدء بمحاولة الحصول على معلومات عن صاحب الجثة ولذلك قام خبراء مسرح الجريمة بإصلاح بعض الأضرار التي لحقت الوجه ثم وبأمر من النيابة العامة نشرت في أغلب الصحف صورة للرجل رجل كان من مميزاته أيضا أن قلبه يوجد في الجهة اليمنى من الصدر خلال الأشهر الثلاثة التي تلت الإعلان لم يهتد المحققون إلى شيء وفجأة ظهر ما سيتيح كشف الحقيقة تخلصت بهية من جثة عشيقها عبد الحفيظ بوجمعاوي بأن ألقت بها عند مصب واد إكم ثم عادت إلى الرباط تحاول أن تعطي حياتها العاطفية منطلقا جديدا خطبها علال بن فارس كان قد كبر معا كانت بهية تحسب أنها تخلصت من عبد الحفيظ ولكن الجثة التي ألقت بها في مصب واد إكم ركبت التيار ولحقت بها بعد أيام ظهرت عند مصب نهر أبي رقراق في مستودع الأموات تبين للطبيب أن الرجل غرق في مكان آخر غير البحر لأن الماء الذي استخرج من رئتيه لم يكن مالحا كان عذبا سعى المحققون إلى البحث عن من ألقى بالجثة في البحر بعد انتظار دام زهاء ثلاثة أشهر جاء من سيساعد على كشف الحقيقة أتذكرون الخادمة التي كانت تشتغل في منزل عائلة بن فارس والتي ادعت أنها حملت من السائق عبد الحفيظ بوج معاوي وتردتها أم كلثوم خرجت تلك المرأة الشابة من وراء ستاري النسيان جاءت تحمل رضيعا وضعته قبل ستة أشهر قالت لعميد الشرطة الموكول إليه تتبع ملف جثة مصب نهر أبي رقراق إنها كانت تبحث عن عبد الحفيظ بوج معاوي الذي كانت تربطها به علاقة غرامية لما كانا يعملان معا عند عائلة بن فارس والذي تنكر لها لما ظهر حملها قالت إنه كان يعدها بالزواج ولما تردتها ربة البيت أدار لها ظهره ومضى قالت إنها بحثت عنه في كل مكان في كل الأمكنة التي كان يترددان عليها عشيقين ولكنها لم تعثر له على أثر أضافت قبل أيام صادفت أحد زملائه في كلية الحقوق الذي أخبرني بأنه لم يعود إلى الكلية منذ نهاية السنة الدراسية الأخيرة قال إنه رأى صورة رجل يشبهه عثر على جثته غريقا عندما صب نهر أبي رقراق وإن بلاغ الشرطة أشار إلى أن من بين مميزات الرجل أن قلبه يوجد على الجانب الأيمن من صدره أبدى العميد اهتماما بما تقوله المرأة الشابة وللتثبت من صدق ما تدعيه تم إجراء تحليل للحمض النووي للرضيع وعينات من الحمض النووي للجثة جاءت النتيجة مذهلة فقد أكدت أن الرضيع هو ابن للرجل صاحب الجثة في خطوة تالية توجه الباحثون إلى كلية الحقوق حيث استخرجوا ملف عبد الحفيظ بوجمعاوي وتم استدعاء والده وهو فلاح من الراشدية وقد أثبت تحليل الحمض النووي بما لا يدع مجالا للشك أن الجثة لعبد الحفيظ استمع المحققون إلى زميله في الدراسة الذي أبلغ المرأة الشابة بالصورة التي تم نشرها في الصحف قال إن عبد الحفيظ كان يقيم في منزل عائلة بن فارس حيث كان يعمل سائقا في منزل تلك العائلة الرباطية العريقة بدأ الباحثون بسؤال الخادمات وقد أبدين تحفظا ومالت أغلبهن إلى التكتم والصمت خشية أن تقوم ربة البيت بطردهن ولكن إحدى الخادمات نطقت بكل تفاصيل مقام عبد الحفيظ في منزل آل بن فارس مذحل به سائقا وبستانيا إلى أن غادره بعد أن اتخذ من بهية عشيقة وخليلة ورد ذكر بهية بن فارس ولذلك تم استدعاؤها إلى مفوضية الشرطة لاستنطاقها لما حضرت بدأت بإنكار كل علاقة لها بعبد الحفيظ بوجمعاوي غير أن العميد فاجأها بالمعلومات الوافية التي تمكن الباحثون من الحصول عليها حول علاقتها بصاحب جثة مصب أبي رقراق عبد الحفيظ بوجمعاوي ففي خطوة استباقية حصل على إذن من السلطات القضائية وتمكن من الاطلاع على اتصالاتها الهاتفية وعلى حسابها البنكي كما تمكن من تفتيش شقتها في حي الرياض صار الباحثون يعرفون كل شيء سرعان منهارت بهية وتهاوت دفاعاتها وانتقلت إلى الاعتراف اعترفت بأنها كانت على علاقة غرامية بعبد الحفيظ ذكرت بدايات تلك العلاقة وكيف تطورت وكيف صار عبد الحفيظ هو المحور الذي تدور حوله حياتها أتتباهي على ذكر قصة القرص المدمج وما تضمنه اعترفت أنها سعت إلى الانتقام منه ولكنها لم تكن تريد قتله ولما سألها المحققون عن مآل القرص المدمج قالت إنها وضعته في كيس بلاستيكي مع ملابس عبد الحفيظ وأثقلت الكيس بحجر ثم ألقت به في البحر عندما صب واد إيكم لاحقا انتقل الباحثون إلى هناك وتمكن رجال ضفاضع من الوقاية المدنية من العثور على الكيس تم استخراج القرص المدمج كان في حالة جيدة وباح بالمشاهد التي كان يحتوي عليها خلص العميد إلى أن باهية بن فارس تعمدت إغراق عبد الحفيظ بوجمعاوي وقامت بما قامت به بسبق إصرار وتمت إحالتها على الوكيل العام للملك حظي الموضوع بتغطية إعلامية محلية مكثفة فالأمر يتعلق بكشف سر جثة مصب نهر أبي رقراق ثم إن بعض العناوين ركزت على عائلة بن فارس التي تنتمي إليها تلك التي أغرقت عبد الحفيظ اعتبرت عائلة بن فارس النباهية شوهت سمعة العائلة وهو ما دفع بعميدها عثمان إلى إصدار بيان يتبرأ فيه من باهية ويعلن أن الفتاة ليست من صلبه وإنما تبناها وتكفل بها من باب الإحسان كان البيان سيفا صارما قطع كل علاقة لباهية بعائلة بن فارس صارت بهية الآن وحيدة كما تركتها والدتها التي توفيت بعيد وضعها دامت محاكمتها يومين وتابعها جمهور كبير وقضت عليها المحكمة بالسجن عشرين عاما اودعت السجن حياة الرغد والدلال التي عاشتها في بيت أهل بن فارس صارت ذكريات بقيت خارج أسوار السجن اقتيدت إلى الزنزانة فكرت في وضع حد لحياتها قررت أن تضرب عن الطعام أحجمت عن الأكل بضعة أيام كانت معها امرأة في الزنزانة كانت امرأة متدينة ومجربة تقربت إليها وتمكنت بعد أيام من أن تكسب ثقتها صارت المرأة مستودع أسرار بهية تفضي إليها بكل شيء أقنعتها بأن تستطيع أن تجعل من الزنزانة منطلقا جديدا لحياتها لما غادرت المرأة المتدينة السجن لم تقطع صلتها ببهية كانت المرأة ناشطة في إحدى الجمعيات وقد أقنعتها باستئناف الدراسة الجامعية تغيرت حياة بهية وانقلبت رأسا على عقب بهية الشابة الماجنة اللعوب صارت الآن ملتزمة بالعبادات وجدت في الدراسة مجالا خصبا لبناء الذات أبدت تفوقا كانت تعاني من افتقادها إلى هويتها الحقيقية أفضت بما تجد إلى صديقتها وفي الجمعية تجندت ناشطات وقمنا ببحث أفضى إلى اكتشاف حقائق عائلة بهية علموا أن أمها توفيت بعد أن وضعتها كانت تسمى عائشة بنت أحمد وعلموا أن والدها الذي مات قبل بضعة أعوام اسمه عمر الوردي تبين أن لها عشر إخوة وأخوات أصرت بهية على أن تحمل هويتها الحقيقية وصارت بعد إجراءات إدارية وقضائية صارت تسمى بهية الوردي بهذا الاسم بعد سنوات من المثابرة ناقشت أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه لم تنس بهية عائلة بن فارس التي آوتها وأطعمتها ووفرت لها أسباب العيش الرغيد في غمرة تحولها وفي ركاب توبتها راسلت عائلة بن فارس طلبت الصفحة واعتذرت عما ألحقته بتلك العائلة المحترمة من سوء بطيشها يوم ناقشت أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه كان حاضرا والدها بالتبني عثمان بن فارس وزوجته أم كلثوم كان حاضرا أيضا علال خطيبها لم تكن بهية تعلم في ذلك اليوم أن مساعي قامت بها الجمعية التي ساندتها قد أصمرت قرارا بتمتيعها بالصراح المشروط لم تكن بهية تظن يومها أن علال بن فارس ما زال يحبها لما تقدم لتهنئتها بالحصول على الدكتوراه في العلوم الشرعية قال لها إنه لم يطلقها ولم ينسها وبينما هما يتهامسان ارتفع صوت مدير السجن معلنا أن قرار تمتيع السجينة بهية بالصراح المشروط سيصير نافذا ما أن توقع عليه مع مرور السنوات لم يعد يستوقفهم وجه الرجل الذي لا تبرح النظارات السوداء عينيه إن في الصيف أو في الشتاء ولكن الناس في نهج قدور محمد في سيد بالعباس كانوا يعجبون لقدرة الرجل على الإبصار في الليل وعلى عينيه تلك النظارات كان وجها صامتا أبدا لا تعرف البسمة إليه طريقا حينما يتكلم وقد سمع صوته في مرات قليلة فإنما لإلقاء التحية لا يزيد عليها يحدث ذلك إذا ما صادف أحدهم في سلم العمارة في الصباح فيقول له بونجور دون أن يرتسم على وجهه أي تعبير وبونسواغ إذا حدث ذلك في المساء خلال سنوات طويلة تجاوزت عشرا ظل كثيرون من جيرانه في نهج قدور محمد يظنون أن الرجل يعمل لجهاز المخابرات لا أحد يجرؤ على الخوض في الموضوع بتفصيل قل أو كثر وكل حديث عن ذي النظارات السوداء ينبغي أن يكون همسا وفي غرف مغلقة ولعله تفطن إلى ما يدور بخلد البعض ولعله تعمد أن تشي ملامحه بذاك الغموض الذي يبدو عليه يعيش الرجل وحيدا في سكن بالطابق الثاني من بناية طابقها الثالث لم يكن مكتملا إلى النظارات السوداء التي صارت جزءا من ملامحه كان يفضل فيما يبدو البذلات داكنة اللون ويحرص على أن يكون حذاؤه الأسود ذو المقدمة الحادة لامعا باستمرار لعل تلميع الحذاء كان جزءا من سلوك يومي تدخل فيه حلاقة الذقن وكان كل ذلك يوحي بخلفية عسكرية وانضباط لا يخفى لا يعلم له اسم وحين يضطر أحدهم إلى مخاطبته وقليلا ما يحدث ذلك فإنه يناديه سي محمد في العام عشر وألفين جاء إلى منزل مجاور ساكن جديد سريعا سيعرف أن الرجل هو مالك ذلك المنزل وأنه حصل في ذلك العام على تقاعده من الشرطة متوجا مسارا مهنيا امتد على خمسة وثلاثين عاما وقد أمضى الرجل الذي يناديه الجميع باب العربي المدة الأكبر من خدمته في أسلاك الشرطة في قسنطينا حيث عامل في فرقة للشرطة الجنائية الذين يعرفونه عن قرب سمعوا منه الكثير من القضايا التي تعامل معها لما كان في فرقة الشرطة القضائية وككل الناس لم يلبث أن لاحظ وجود ذلك الجار الذي يبدو مختلفا وككل الناس لم يعقب تجربته الطويلة علمته التريث ثم ذات مساء بينما كان عائدا من المسجد بعد أن صلى المغرب وكان برفقته جار اسمه محمود صادف ذلك الرجل لعلها المرة الأولى التي يلتقيان فيها على رصيف واحد ثم نتق الرجل تحيته بفرنسيته المعهودة بونسواغ ألقى بها ولم يتوقف ولم ينظر إلى وجهيهما بعد أن ابتعد ببضعة أمتار التفت باب العربي إلى محمود الذي كان في الستين مثله ظل صامتين ولما أيقن أنه ابتعد قال باب العربي أعجب لهذا الرجل كيف يستطيع تحمل نظارتيه الشمسيتين في الليل أجد ذلك غريبا لم يرد محمود بكلمة ولكنه جمع شفتيه ثم فتحهما وأحدث صوتا يفهم منه أنه هو الآخر يستغرب وما لبث أن ودع صاحبه ودخل داره بدأ باب العربي يبده اهتماما بذلك الشخص الذي حسب ما علم من الجيران في ناشق الدوري محمد لا يعرفه أحد ولا يعرف شيء عن عمله في كل الحالات لم تكن منتظمة مواقع خروجه من البيت ولا عودته إليه قرر باب العربي أن يجعل من اهتمامه بذلك الرجل الذي يهمس الناس بأنه من المخابرات تمرين لملكاته البوليسية لن يكلفه ذلك شيئا وسيطيح له التغلب على ذلك الفراغ الذي يستشعر تسربه إلى حياته اليومية لا يدري لما يهيأ إليه أن صاحب النظارات السوداء يخفي شيئا ما وأنه بمظهره ذاك الذي يجعل منه شخصا غامضا إنما هو يقوم بعملية تمويه لا تنتهي جعلها من مكونات شخصيته لم يكن الشرطي المتقاعد قد قطع صلاته بدواليب الأمن في النهاية تلك مهنته والتجربة الطويلة التي راكمها لا شك أنها قد تفيد يوما ما يذكر الناس قبل عقد مضى في تسعينيات القرن الماضي كان العنف ينهش البلاد بأظافر وأنياب شتى تحت مسميات شتى ويذكرون أن ذلك خلق حالة من الفوضى وسترا كم جريمة اقترفت وراءها خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي أمضاها في سيد بالعباس نسج باب العربي علاقات من فكت تتقوى مع عدد من رجال الاستخبارات في المدينة من بينهم ضابط تعرف عليه في قسانطينة في سنوات الخدمة وذات صباح من فبراير من العام أحد عشر وألفين طلب من الضابط مقابلة في مقهى وسط المدينة رحب الضابط وحدد موعدا لذلك الثامن من فبراير في العاشرة ضحى لم يكن في لقاء الرجلين ما يوحي بأنه لقاء عمل يبدو عليهم الارتياح وانسجام لا يخرج عنه إلا فارق السن الذي كان واضحا بينهما باب العربي في الحادية والستين بينما الضابط الذي يحب أن ينادى بخليل كان في الخامسة والأربعين للمرة الأولى سيفاتح باب العربي صديقه ضابط المخابرات في شأن ذلك الرجل الغريب الذي جعل الناس يظنون إلى عتبة اليقين أنه رجل استخبارات ويهابونه تبعا لذلك صحيح أن الرجل لم يؤذي أحدا ولا أبدى تسلطا على أحد ولكن وجوده لم يكن يبعث على الارتياح ضحك ضابط المخابرات خليل لما قال له باب العربي إن الرجل يضع على عينيه ليلا ونهارا نظارات سوداء عقب بالقول يبدو أنه متأثر حتى النخاع بأفلام التجسس في ذلك الاجتماع أبلغ الضابط خليل باب العربي بأنه يشاطره الرأي وأن حالة ذي النظارات السوداء تستحق الاهتمام بعد يومين من ذلك اللقاء لاحظ باب العربي أن عامل النظافة الذي كان مكلفا بنهج قدوري محمد قد استبدل بعمل جديد لعل السكان لاحظوا ذلك بل إن منهم من سأله عن مآل عامل النظافة السابق الذي ظل ينظف ذلك الشارع أكثر من ستة أعوام ولكن سرعان ما نسي الموضوع وحده باب العربي أقام علاقة بين ظهور عامل النظافة الجديد وحالة ذي النظارات السوداء بعد أسبوع اتصل ضابط المخابرات خليل بالشرطي المتقاعد وقد فاجأه بأن عرض عليه صورا من جوانب مختلفة لذلك الرجل الصموت العبوس كانت صورا التقطت له في نهج قدوري محمد ولكن أيضا في مقهى وسط المدينة في إحدى الصور يبدو برفقة رجل آخر لم يكن باب العربي قد رآه من قبل ثم قال له أظن أنك كنت على صواب لما أثرت الانتباه إلى هذا الرجل هل علمتم شيئا عنه؟ لم نصل إلى التفاصيل هذا الذي إلى جانبه ووضع سبابته على وجهه يثير الاهتمام فقد كان من مشطاء إحدى الجماعات المسلحة أظن أنه خرج من السجن قبل فترة قصيرة ما الذي يربط بينهما؟ تساءل باب العربي ذلك ما نريد أن نصل إليه وسنصل إليه قريبا ما لم يكن باب العربي يعلمه أن رجالا من المخابرات أمسكوا مساء ذلك اليوم بالرجل الذي ظهر في الصورة إلى جانب ذي النظارات السوداء واستجوبوه علموا منها أن ذي النظارات السوداء لم يكن سوى قويدر بن المعطي بالعودة إلى سجلات الاستخبارات فإن الرجل الذي اختفى من المشهد في البليدة منذ نحو 12 عاما كان المكلف بتمويل خلية جماعة مسلحة نفذت الكثير من الاعتداءات في محيط البليدة كانت المخابرات تظن أن الرجل قتل أو غادر الجزائر يرى ضابط المخابرات أن مسؤوليته عن تمويل تلك الخلية المسلحة مكنته من تكديس أموال كثيرة يعتمد عليها الآن في الإنفاق على نفسه صحيح أنه لم يكن يظهر طرفا ولا إسرافا ولكنه كان يوفر لنفسه مستوى عيش فوق المتوسط تأسيسا على ما باح به ذاك الذي خرج من السجن حديثا والذي قال إنه قابل قويدر ليطالبه بمنحه تعويضات عما يعدها تضحيات منها إن عقد اجتماع تقرر فيه القبض على ذي النظارات السوداء يعلم الأمنيون أن الإمساك بصيد ثمين كاقويدر يقتضي اتخاذ كل الاحتياطات كان من الأهمية بمكاننا الوصول إلى المكان الذي يخفي فيه الأموال التي احتفظ بها على مدى أسبوع كامل كان عامل النظافة الذي ألحق حديثا بنهج قدور محمد يعد التقارير حول مواقيت خروج ذي النظارات السوداء ثم تم تدبير عملية تسلل إلى سكنه لم تؤتي عملية التفتيش بشيء وأيقن المتابعون لحالته أنه يحتفظ بأسراره وأمواله في مكان لا يعلمه إلا هو في النهاية وخشية أن يثير الإبقاء على ذاك الذي دل عليه رهن الاعتقال الانتباه تقرر القبض عليها في الساعة السادسة من صباح التاسع عشر من فبراير طرق بابه أربعة من رجال الأمن ملثمين من؟ قال بصوت به بحة من استيقظ من النوم لتوه لم يرد عليه أحد كرر من؟ قال صوت من وراء الملثمين الذين وقفوا عند الباب مباشرة افتح عم الصمت لعدة دقائق ولما لم يفتح بإشارة منه أمر رئيس الفرقة باقتحام الباب لم تصمد أمام الركلة الأولى وقبل أن يطأ أي من الأمنيين السكن جاء طلق ناري رد أحد الأمنيين بوابل من الرصاص دخل ذن الظارات السوداء غرفة وأغلق الباب لم ينتظر الأمنيون تطايرت من جهة القفل شظايا ومأن انفتح الباب حتى اندفع أمني مطلقنا النار لم يرد الرجل رآه واقعا على الأرض كان مسدسه بيده صوب إليه بضعة لقات لم يتحرك ظل مصوبا رشاشه إليه جاء أمني آخر من الملثمين واقترب منها مضى بيده إلى رقبته نظر إلى زميله نظرة فهم منها أن الرجل قد مات لما غادروا تلك الشقة كان قد تحلق حول باب العمارة فضوليون كثيرون جاءت سيارة إسعاف وحملت جثته في المشرحة تم التأكد من أن الذي مات هو قويدر بن المعطي ترجمة نانسي قنقر